أعوذ بالله من الشيطان غيين بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل البيئي الوحدة الثانية القلاف المائي ونواصل مقاطع الشرح القلاف المائي وهنا نتناول في هذا المقطع أنواع المياه أنواع المياه بلنا فيه هناك 11 نوع ونبدأ بشرح كل واحدة منها بالتفصيل أنواع المياه واحد مياه نقية عزبة أو ما سمى fresh water تركيز الأملاح فيها لا يزيد عن 0.01% وهي تتم عن طريقة تعقيم والتبخير ومثال لها جميع مياه الأمطار تعتبر مياه عزبة ونقية وبعدها تكون هذه المياه مياه البحيرات والأنهار النوع الثاني من المياه مياه مالحة أو salt water تركيز الأملاح يساوي 3% وهذه مثل مياه البحار والمحيطات مياه البحار والمحيطات وهذه مياه البحار والمحيطات وهنا نقلناه كمثال بالنسبة لهذه المياه العزبة ومياه الأمطار النوع الثالث خليط من المياه الحلوة والمالحة أي المياه الحلوة النقية والمالحة ومياه شب تسمى مياه شب مالحة أو البركيش water النوع الرابع مياه عسرة hard water تحتوي على تركيز عالي من أملاح الكالسيوم والماغنيزيوم تحتوي على تركيز عالي من أملاح الكالسيوم والماغنيزيوم وهذا الرمز بالنسبة للكالسيوم وهذا الرمز الماغنيزيوم أملاح الكالسيوم والماغنيزيوم تسبب عسر الماء هذه الأملاح تسبب عسر الماء وتؤثر على الغلايات بالترسيب تترسيب على الغلايات ولا تساعد على رغوة الصابون الصابون ما يعمل رغوة هنا هناك عسر دائم هناك عسر دائم هناك عسر مؤقت هناك عسر دائم مؤقت والعسر الدائم تسببه تسببه أملاح كبريتات أملاح كبريتات أملاح كبريتات الكالسيوم أملاح كبريتات الكالسيوم والمجنيزيوم والعسرة المؤقتة تسببه أملاح بيكربونات أيضا بيكربونات الماغنيزيوم والكالسيوم ولماذا سمي بالعسرة الدائم؟ لأنه يصعب إزالته بالغليان وهنا البيكربونات يمكن إزالتها بالغليان مياه طرية وما تسمى بالصفت ووتا تحتوي على تركيز غليل من أملاح الكالسيوم والماكنيزيوم أو عدم وجود هذه الأملاح وتعتبر نقية وتحتوي على تركيز غليل جدا من معدين أخرى وتساعد على رقوة الصابون أي الصابون هنا يكون له رقوة بالشكل واضح والمياه الأخيرة أو هنا المياه رقم ستة تسمى مياه ملوثة مياه غير نقية اختلفت عن طبيعتها وذلك بتدنيسها بملوثات أخرى وهذا ما لازم توضيحه بالنسبة لستة أنواع والصنافة الأنواع الأخرى في المقاطع التالية إن شاء الله اشتركوا في التالية